أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن الدعوة لا يقوم بها كل فرد بل يقوم بها طلبة العلم والعلماء وهناك جماعات توجب الدعوة لكل من انتسب إليها ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام بلِّغوا عني ولو آية فما تقولون في هذه الجماعة وغيرها نقول الدعوة بلا علم غلط مخالف لقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن الذي يستطيع هذه المراتب إلا العلماء العام ما يعرفها وأيضا قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنا ما هي البصيرة العلم لا بد من العلم وأما قوله بلِّغوا عني ولو آية التبليغ على قسمين كما ذكر العلماء تبليغ النصوص وتبليغ المعاني تبليغ النصوص كل من حفظ شيء يحفظه للثاني بدرسه للثاني تحفظ القرآن اتدرس الناس القرآن تحفظهم إياه تحفظ شيء من الأحاديث تحفظ الناس الأحاديث تحفظهم الأربعين النووية تحفظهم بلوغ المران تحفظ فقط أما تبليغ المعاني وهو الشرح هذا للعلماء هذا ليس للعوام أو الحفاظ فقط وإنما هو للعلماء والفقهة نعم